بسم الله الرحمن الرحيم متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد هذه محاضرة عن أهمية التحاليل المختبرية في تشخيص وعلاج أطفال التوحد حقيقة في كثير من الأخوة اللي يزوروننا للعيادة أحيانا نواجه مشكلة في إقناع الأهالي بضرورة التحاليل للمصابين بطيف التوحد أو المصابين من الأمراض النمائية عامة في هذه المحاضرة رح نسلط الضوء على أهمية تلك التحاليل ودورها في تعجيل الشفاء وفي إعطاء الأدلة للطبيب من أجل تسريع وتيرة الشفاء من هذا المرض فأول ما نتكلم حقيقة العلم تغير كثيرا في العشرة السنوات الأخيرة في قضية أسباب التوحد الأسباب قبل سنين كانت غامضة يعني ترتكز كثيرا على موضوع الجينات والموروث الجيني وبوجود طفرات كثيرة في العلم من عشر سنوات الأخيرة ركز العلم على أن التوحد هو ملتيفاكتريا يعني له أسباب منوعة وغالبا تلك الأسباب هي عبارة عن أسباب تؤثر على صحة الجسم بصورة عامة ولأن الدماغ والجهاز العصبي المركزي يعتبر من الأجزاء الحساسة في الجسم فإنه أكثر وأول المتضررين في انهيار الصحة العامة لطفل المصاب بالتوحد لا شك أن هناك أسباب أخرى جينية ولكن هناك تراكب كبير بين أسباب لها علاقة بالجينات وأسباب لها علاقة بمشاكل الحمل وصحة الأم أثناء الحمل حتى تشمل الصحة النفسية ثم أسباب لها علاقة بالولادة ومشاكل الولادة وتعسر الولادة ثم أسباب لها علاقة بالرضاعة وطعام الطفل بالسنوات الأخرى ثم تتوالى هكذا حتى تصل إلى مجموعة من الأسباب التراكمية فلذلك كثير من الأطفال قد يبدون بالسنة الأولى أو الثانية على أنهم أطفال طبيعيين لكن لا ينتابهم مرض إضافي بالإضافة للتراكم السبب الأول مثلا يصابون بإصابة بكترية شديدة أو بنوبة إسهال شديد أو خوف مفاجئ أو أي مشكلة تزيد على الصحة تزيد على الطين بل فيتراجع الطفل في الكلمات التي كان قد حفظها بالسنتين الأولى لذلك لسبب ترابط الصحة العامة مع طيف التوحد فإن التحاليل التي نحاول أن نسويها للأطفال المصابين من طيف التوحد يجب أن تكون منوعة للبحث عن جميع الأسباب التي تشترك مع بعض في أن تصيب هذا الطفل باضطرابات طيف التوحد أو فرط الحركة أو صعوبات التعلم وغيرها من الأمراض التي تخص الجهاز العصبي المركزي بالنسبة للأنواع التحاليل الحقيقة عندما يفكر الطبيب في البحث عن أسباب تراجع صحة هذا الطفل وإصابته بطيف التوحد هناك مجموعة أساسية يفعلها لجميع المصابين بطيف التوحد نحن الآن لا ندخل في تفاصيل كل تلك التحاليل ولكن نفكرها على شكل مجامع المجموعة المهمة الأولى التي يسويها الطبيب هي معرفة نسبة الفيتامينات في الدم يعني الفيتامينات هو الفيتامين D الفوليك أسيد البيض 12 وغيرها من العناصر اللي هي الغذائية المهمة مثل الزينك والماغنيسيوم والحديد وغيرها فإذن معرفتنا لمستويات الفيتامينات في الدم جدا مهمة لأننا سنعدل أي نقص فيها وحيث كنا نعرف أنه كثير من تلك الفيتامينات تدخل كثيرا في الأيض الغذاء اليومي وخاصة وضاعف الجهاز العصبي المركزي فهذا السبب أو المجموعة الأولى المجموعة الثانية اللي نحاول أن نبحث فيها هي مشاكل الأمعاء كنا نعرف هناك ترابط وثيق بين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي وبين صحة الدماغ وسلوك الطفل والأمراض النمائية العامة فتحليل الخروج والبحث عن المشاكل الممكن أن نجدها في الأمعاء من خلال عينة الخروج نبحث خاصة عن بروتين خاص يسمى الكالبروتكتين كالبروتكتين هو يعني يعتبر عنصر التهابي في صحة الجهاز العصبي الجهاز الهضمي يعني عندما يكون مرتفع يعني أن الجهاز الهضمي محتقن ملتهب يعني هناك مشكلة حقيقية في الأمعاء فهذا يعطي الطبيب الدليل على التركيز على صحة الجهاز الهضمي لمحاولة مشافاته وأعفاه وأرجاعها للهضم الطبيعي وإعادة التآم الجروح الموجودة في الجهاز الهضمي لمنع تسرب السموم والأطعم الغير مهضومة إلى الدم وبالتالي ما يحصل من التهابات في صحة الجسم العامة القروب الآخر من التحاليل المهمة هي الهورمونات عموما وخاصة الغدة الدرقية حقيقة كثير من الأطفال المصابين بطيف التواحد يمكن أن تعرف كيف أن وضعهم الصحي سيء من خلال تحاليل الغدة الدرقية طبعا تحاليل الغدة الدرقية قد تعطيك أن الغدة الدرقية كانت متوقفة لفترة طويلة وهذا طبعا مشكلة كبيرة والمفروض يتم معرفتها في السنة الأولى أو بالحقيقة بالأيام الأولى من الحياة لأن توقف الغدة الدرقية غالبا يؤدي إلى تخلف عقلي ويؤدي إلى مرض معروف والآن أعتقد في نظام الغرب الموجود في المراكز الصحية هناك تحليل من خلال تي اس اس معرفة الغدة الدرقية ونشاطها فيجب تشخيصها مبكرا لكن ما نستفيد منه نحن في متابعتنا الأطفال المصابين بطيف التوحد لنعرف نشاط الغدة الدرقية فإذا كانت مضغوطة يعني أن تي اس اس مرتفع حتى لو لو لم يكن قد عبر المستويات العليا بالنسبة إليه لكن يعطي هناك ضغط على الغدة الدرقية يعني أن الجسم يحتاج إلى كثير من الإجهاد من أجل أن يشتغل يعني أن هناك مشاكل جمّة في الجسم يجب النظر فيها وتعطي انعكاس أيضا لشدة التوحد فهذا أيضا ماركر مهم نقدر نشوفها كأطباء من خلال متابعتنا للطفل وإذا نزلت تلك التحاليل وبدأ الغدة الدرقية تشتغل بصورة سوية تعطينا أيضا صورة لتعافي الجسد في صحة العامة واحتمالية رجوع الطفل وشفاء من المرض بصورة أسرع هناك مجموعة من التحاليل أيضا تمثل شيء يسمونه الماثليشن الحقيقة نسبة لا تتقل عن 40% من المصابين من الناس عموما وقد تصل إلى نسبة أكثر من ذلك يكون عندهم مشكلة في عملية الماثليشن الماثليشن نحن تكلمنا عليها في محاضرات كثيرة سابقة يعني الجسم حتى يستطيع أن يصنع كثير من الأشياء اللي يحتاجها ومن ضمنها المواصلات العصبية للدماغ يحتاج أن يكون عنده قدرة على الماثليشن الماثليشن يعني قدرة على فتح الجين وغلقه هو يسموه بالإنجليزي epigenetic expression فهو شيء أن الجين موجود حتى يتفعل الجين ويستطيع أن يفعل ما هو مناط له فإنه يجب أن يكون لديه منظم لهذا يسموه expression يعني أنه عرض الجهد ماله أو الجزء المناط له فإذا الماثليشن كان فيه خربطة فهذا يكون سبب الحقيقة في عدم قدرة الدماغ لصناعة كثير من المواصلات العصبية وتظهر على شكل سيدوكيات كبيرة منها القلق والخوف وفرط الحركة وقلة التداخل الاجتماعي طبعا هذه واحدة من الماثليشن إلى هواي أدوار من ضمنها قدرة الجسم على طرح السموم قدرة الجسم على صناعة الخلايا جدار الخلايا ويعني نقول عليها انتاكت يعني أن تكون متماسكة ما تعبر كثير من الآيونات إلى داخلها وقدرة الجسم أيضا على صناعة بعض الهورمونات المهمة وترابط كبير فأنا بالحقيقة يمكن أمس إجاني أحد الإخوة كان عنده الهوموسستين اللي كنا نبحث فيه دائما عالي في الطفل فخلال شهرين من عالجنا التراكم في الهوموسستين اللي هو عبارة عن دليل على عدم قدرة الجسم على الماثليشن استطاعها أن تنزل من 16 إلى 4.5 اللي بني خلال شهرين زمان طفرة طفرة نوعية وبدأت تتكلم ونطقها تحسن فإذن أحنا كأطباء صعب علينا أنه نستهدف جميع الأسباب في آن واحد وهذا هو السبب الأحياني نخلينا نكتب كثير من المكملات ونعطي كثير من التعليمات للأهالي من أجل أنه نحسن الطفل ونحسن صحة الجسم لكن بوجود التحاليل رح نأرك وين نركز وين نحدد حتى نقدر نصلح ما هو خطأ في الجسم أو في الأيض الغذائي اليومي الصورة الأخرى للتحاليل أيضا نافعة في معرفة الهرمونات العامة الهرمونات العامة طبعا مثلا مستويات الإنسولين في الدم الطفل اللي يأكل كثير من السكريات ويأكل كثير من الكاربوهيدرات رح سأدى ارتفاع بالإنسولين عالي وهذا الارتفاع يعطينا صورة على أنه الأهل غير ملتزمين بالحمية وطبعا من جهة ثانية وهو سبب في احتقان الجسم فبالتالي يصير تركيز على أنه السبب ممسوك في اليد أنت يا قولانا ترى ابنت ما قاعد يصير زين لأنه أنت مملتزمة بالحمية وبين عندنا من التحاليل فأني شون استطيع أن أضبط الأهالي من خلال التحاليل وأيضا شون أعطيها مشكلة بعض الأطفال حتى لو أخذوا بعض الكاربوهيدرات ما يضررون لكن هناك مجموعة من الأطفال يتضررون كثيرا بسبب أكلهم الكاربوهيدرات وسلعدهم احتقان دماغي وسلعدهم خربطة في الهرمونات فبالتالي معرفتنا لتلك الهرمونات يعطينا أيضا صورة مهمة عن فعاليات الجسم اليومية وصحة الجسم وإمكانية تعافي الطفل من التوحد الماركر الآخر ونبحث بالحقيقة عن الأسباب التي تزيد احتقانات الجسم هناك بعض التحاليل مثلا CRP مثلا Interleukin 6 مثلا HSCRP High Sensitive CRP هناك تحاليل كثيرة اليوريك أسيد هناك تحاليل مهمة جدا حتى نعرف جد أكو احتقان في الجسم حتى نعرف أنه الطفل يتشافل أو لا والركز بقوة على إزالة أسباب الاحتقان والبحث عنها إن كانت غير ظاهرة فإذن التحاليل اللي تطينا صورة عن الالتهابات بالجسم أيضا جدا مهمة في مراقبتنا الطفل التوحد وسلسلة المتابعة بعدين وشفاءة في الوقت اللي نطبح أن يكون هناك أيضا البحث عن أي مصادر التهابية في الجسم يعني بحث تحليل البول مثلا حتى نلاك التهابات أحيانا في تحليل خروج إذا شفنا فطريات إذا شفنا أي علامات مثلا في الأنف مثلا الالتهابات الجيوب الأنفية فنبحث أحنا في كل شيء ممكن أن يسعد الاحتقان في الجسم ويزيد انتشار السموم بالجسم رح نبحث أيضا عنها ونحاول بعد ذلك أن نزيلها لأنها قد تكون هي سبب وحيد أحيانا لبقاء الطفل غير متعافي من طيف التوحد الأشياء الأخرى أحيانا من الضروة حقيقة خاصة يعني اللي عدة مكنة ما لي أن يسوي التحسسات من الأطئمة التحسسات من الأطئمة السهل علينا كثير بأن ضرورة الانتباه لبعض الأطئمة اللي ربما الطفل يستخدمها بصورة يومية ويكون متحسس لها لأن ببقاء هذا الطفل تناول هذه الأطئمة رح يزيدنا الاحتقانات في الجسم فإذا هذه مجموعة أولية في التحاليل نحن نسويها نريد أن نثقفكم ونقول لكم أنه أحيانا من نبعث الأم أو الطفل للتحاليل ربما يتأخر بالوقت ربما أم كانية ما عنده مالية لكن بالنسبة لنا غايتنا أنه نطلع هذا الطفل من هذا المرض الصعب فهذا مرض ليس صعب يحتاج الكثير من المتابعة يحتاج الكثير من التحليل يحتاج إلى الرقابة ويعتبر التحليل والإشراف الطبي والعلاج البيولوجي جوهري في تحسين قدرات الطفل في أن يستجيب أكثر بالتدريب الكثير من الناس والحقيقة حتى في الدول الأجنبية ويراجعوني كثير يقول لك دكتور آني صالي سنتين أعالجة وأي فائدة ماكو وكان سابقا يعني ما في طبيبي راقبة أو أطباء بالنسبة لهم ما مؤمنين بالتحاليل فمن يجون يمي أشوف العشرات من الأسباب في جسمهم اللي معوقة قدرتهم في أن يتعلمون بمجرد أنا صلى حيبدي الطفل يتعلم بسرعة ويصير قريب من الطبيعي طبعا هذا لا يلغي دور التدريب التدريب يبقى عنصر أساسي بس خلينا نعرف أن الدماغ هو عبارة عن هاردوير يعني مثل الكمبيوتر إذا لم يكن سليما لا يستطيع أن يجمع المعلومة ويحتفظ بيها ولا يستطيع أن يستفيد من المعلومة حتى ينفذها فإذا آني طفلي لديه كثير من النقوصات لديه كثير من التراكمات السمية لديه احتقانات التدريب بالنسبة لي يكون كلش بطيء فهذه دعوة لكل الأخوة اللي يدعون إلى تدريب بدون علاج أقول لهم لا تنصحون الناس لأن راح تخلوهم ربما يقفون لفترة طويلة حتى يستفيدون أجزاء العشار بينما هم بالإمكان أن يقفزوا قفزة قوية بمجرد علاجهم من ناحية البايولوجية وتطبيق صحتهم العامة والإتمام بقضايا الحمية والعلاجات الداعم والساني ديري طيب التوحد هذا طبعا بالإضافة إلى علاجات أي أمراض أخرى مصاحبة مثلا صرع وغيرها بالنسبة للتحاليل طبعا أنا تكلمت مع المختبرات وخاصة المختبر الجنبي كلمت على أنه لأنه ممكن للناس عندهم مكنة مالية أنه نسوي مجموعة يعني هناك تحاليل ضروري يسويها أي طفل يعني ما أقدر أنا أعالج طفل بدون معرفة كم الفيتامين دي مالتا أو كم الفوليك أسد عنده أو كم نسبة الدم عنده أو تحاليل الخروج الأساسي عنده لكن اللي أدى مكنة مالية واللي حقيقة يريد يختصر للزمن لازم يروح للقروب الثاني اللي بيه كثير من التحاليل اللي شوي أعقد من ذلك يعني مثلا الهوموسستين والكالبروتكتين والتحاليل اللي هي ربما شاملة أيضا الإنسولين أنا كل ما يكون الطفل عنده تحاليل أكثر أنا أأمن بأنه قاعد أشتغل بصورة سوية تجاه الهدف لكنه بعض الأخوة بسبب ربما مكنتهم المالية القليلة أو ربما عجزهم أو كسلهم أو عدم تقديرهم لأهمية التحاليل المختبرية يعني يبقون بدون تحاليل أو ما يكرروها وهم بحاجة إلها فنظل إحنا نضرب باتجاه معين ويطلع عندنا سبب ثاني كان من الممكن أنه من البداية أنه نعالجه حتى نكسب زمن فأرجو منكم أن تأذرونا عندما نلح على التحاليل ونقول لكم أنه التحاليل جدا مهمة خاصة للطبيب اللي داقل في أعماق هذه التحاليل من أجل أنه يصحح صحة هذا الطفل في تحتاج ليست فقط الحقيقة علم بالتواحد إنما يجب أن يكون الطبيب اللي يدير هذه القصة يجب أن يكون عنده يعني تعمق في الصحة العامة وفي ما يسمى يعني النيروساينس وأيضا ما يسمى الطب الشمولي يعني بالرؤية الشاملة ينظر المرض ليس مرض جهاز العصبي فقط وإن كانت كل الأمراض هكذا لكن التوحد هكذا المرض ليس فقط مرض سلوكي إنه مرض بايولوجي هذه الرؤية يتغير كثير من التعامل مع التحاليل وأهميتها بالنسبة للطبيب والاستفادة منها من أجل دفع عجلة التحسن عند الطفل طبعا هناك تحاليل متخصص يعني إحنا مثلا بعض التحاليل مثلا السموم في الجسم غالبا السموم في الجسم ما متوفر بكل مكان وقد تكون غالي أحيانا نحن نسويها عندما يكون الطفل معاند في الاستجابة وعندما نسوي تحاليل عامة ويتعالج ويوقف في مناطق معينة ويصير بطيء جدا في التعافي نحتاج تلك التحاليل هي مو ستندر أو مو دائما تنطلب تحاليل للسموم مثلا تحاليل معرفة إذا كانت الفطريات في الأمعاء فيها ضرر أم لا يعني ممكن نسوي لتحاليل عن طريق البول حتى نشوف الفطريات في الأمعاء فيها ضرر أم لا فهناك تحاليل يعني مثلا تعرف قلنا الماثليشن مثلا عرفنا إنه إذا أكو خلل في الماثليشن هناك تحاليل نعرف بها التحسسات الأطعيم المتحسسات كلها عندما نعبر إلى هذه التحاليل راح نحتاج أرقام عالية أنا الحقيقة كل اللي أخوة لتعاملها موصيتهم بقدر ما يستطيعون أنه يوفرون تلك التحاليل بس العدد الحقيقة اللي عنده هذه التحاليل عدد جدا محدود وغالبا ما يراجع المريض ويكون عنده نقصات في التحاليل ويضطر أنه يعادل التحاليل ذلك المختبر يسوي التحاليل يجب أن يكون مختبر ملم بكل تلك التحاليل وموفرها وعنده طلب عليها لأنه هي التحاليل أحيان تكون غالية وإذا ما علي استهلاك ربما المختبر لا يستطيع أن يدين وطيرة الاستهلاك وربما يخسر كثيرا وأيضا زيد كلفة التحاليل هذه صورة بالنسبة لأهمية التحاليل اتكلمنا عليها اللي لازم نعرفه أنه بعض الإخوة أثناء التعليقات بالنسبة للمحاضرات أو البوستات يكون إسلوهم كلش يعني غير لائق نصيحتي إلهم يعني أنا من أشوف تعليق غير لائق طبيعي أنه أحضر التعليق غير لائق مثلا يعني مثلا نقول معلومة أنتو كلكم متابعين وأعداد كبيرة من صرنا الآن في هذه الصفحة تعرفون أنه أنا المعلومة حيل أدخل فيها وأجدها في أصل البحوث يلا أكتبها فالبعض يتكلم بصيغة مثلا من أين لك هذا الكلام مثلا أو دكتور احنا ما سامعين هكذا كلام يعني أكون صيغة أطيب أرجو من الإخوة أنه يسأل بطريقة لائقة حتى أنا إلي وحس أجابهم تعرفون يعني يجب أنه الصفحة تحترم وأنا أعتذر من كل الأخوة ربما بدون قصد يعني هما أسلوبهم هيك بل مطلع أحذف هذه التعليقات أو أغلق أو أحضر الشخص الذي تكلم بصورة أرجو من الإخوة وإن كانوا بعضهم بدون قصد أن يستخدموا أساليب لائقة أثناء اعتراضاتهم على ما يقال بصورة علمية وأي شيء موجود أنا أقولها أنا مستعد لأي شخص أنه أعطيه الأصول العلمية وتأكدوا بأنه أي معلومة ركيكة أنا ما أقولها هنا وأتحمل مسؤوليتها كل معلومة أقولها إلها أتنصادرها فأرجو من الإخوة أن ينتبهون في تعليقاتهم بالمستقبل أتمنى أكون في دتكم ونشوفكم إن شاء الله في محاضرة جديدة تحياتي وشاركوا هذا الفيديو في أكثر مكان ممكن لمصلحة أطفال التوحد ولزيادة ثقافة حتى المهنيين في أهمية التحاليل المرضية لأطفال التوحد شكرا